السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة وصفة نت انتمنى تكونوا باحسن حال وصفتنا اليوم غادي تكون بدون زبدة وبدون بيض وبمكوينين فقط في العجينة ديالها كتجي رائعة والحشوة مكوناتها بسيطة وسريعة في التحضير هادو غادي تحضروهم في دقائق معدودة والمضاق كي يخدكم العالم اخر فعلا مضاق هم مش يلديد بل خاطر ورائع رائع رائع فجربوهم غاديش نبقى نشكر لكم جربوهم غا نخلكم توم اللي غادي تشكروهم لي فعلا كي جولداد واحد اللدة لا توصف والمكونات بسيطة بسيطة ومتوفرة واقتصادية ورخيصة مهم ما نطول شا لكم نخلكم على الفيديو وجربوهم على الحسابي غادي نبدأوا على بركتي الله اولا غادي نحتاجوا لثالتة كؤوس من دقيق الكأس القياس دياله مية وخمسين مليلتر خمينة الحلويات بكين باودر الكيس فيه من يغراب كننخذه منه ملعقة صغيرة فغير عملوا فيهم الخميرة دي الحلويات وردوا علي الخبار كيف يشكي يجيوه اه من بعد غادي نغرب له كنضيفه الملح ونحرقه المهم هاد العجينة كتكون عدنا بمكوناين اساسيين اللي هما الدقيق والزيت كنضيفون نصف كأس من الزيت وكنحاولون ندخلوها في العجينة على طريقة العجينة المرمل يعني كنخدموذك الزيت في العجينة حتى كدخلينا في الدقيقة عفوا من بعد غادي نحتاجوا الماء عادي ماشي دافئ الماء دي الصنبور غنحتاجوا الكأس واحد هو اللي غادي نجمعو به العجينة دينا والعجينة تبقى شوية صلبة يعني ما تكونش صلبة بزيف وما تكونش لينة ولكن تكون صلبة شوية انا اخذت مني كأس واحد هنا عطيتكم المقادر المضبوطة من بعد غادي نغطيوها وغادي نخليوها جانبا ماشي تختامر غير بما حضرنا الحشول اللي تهي سريعة وبسيطة كنجيبو حبتين من الباصل قلنقطعوهم الى شرائح طويلة كذلك الفلفل كنجيو وكنقطعوه الى شرائح طويلة بنفس الحجم دي الباصل عملنا حبتين من الباصل حبتين من الفلفل هاد الكيميا كتكفي لنا 12 وحدة او لا 12 حبة حتى العجينة كتخرج لنا 12 حبة والحشوة تهيه على النار متوسطة كنوضعو مقلات حتى كتسخن كنضيفو الزيت من بعد كنضيفو الحشوة اللي اسبق لنا قطعنا اللي هي الفلفل او اللي الفلفلة والبصلة غادي نضيفو ليهم الملح وغادي نحركوهم وكنخليوها او لا نخليوهم حتى كنجو نغطيوهم باش كرجع ليهم ذاك البخار وكينجو لنا بسرعة بالنسبة لتوابل ما غادي نضيفو حتى شي توابل الملح فقط ضيفو غير الملح او ردو عليا الخبار غادي نغطيوها ومن حي اللي اخر طبقوا نحركوها اه هنا بعد ما نجات لنا الحشوة او لا اه مو يمرجعو العجينة ديالنا كنجيو كنحاولو اننا نطلقو العجينة بحيث ما تكون شرقيقة وما تكونش سميكة تقريبا واحد اربعة ميلي متر هكاك من بعد على بركتي الله كنجيبو هاد القوالب ديال ليكيش اه وغادي نحاولو اننا نوضعوهم هكا وغادي نهزو العجينة سواء ان تهزوها بالميد لك يعني تلفوها بالميد لك وتهزوها او لا تهزوها غير باليد انا هزيتها غير باليد بالنسبة العجينة كما لاحظتو رطلقتها بدون دقيق لانها شوية صلبة هناك نحاولو اننا نقادوهم على هاد الشكل ونحاولو ندخلو فيهم شوية العجينة لاحظوا معايا بحالة كنرخفو شوية ذاك العجينة باش كد خلينا وسط القوالب وكنجيبو ميد لك وكنعملو على هاد الشكل بحيث يعني باش نقطعوهم من بعد غادي نجيو غادي نبدو نزولو العجينة من عليهم بعد طريقة يعني ساهلين وكيد زولو بسهولة وبنفس طريقة غادي نستمرو حتى غادي نزولوهم بالكامل العجينة اللي تبقات عفوان كنشكلوها نخليوها ترتاح شوية وغادي نطلقوها باش غادي نشكلو يعني نشكلوها حتى هي ما تضياش كنجيو كنبدو نحفرو الواسط ونقعدو الجوانب على هاد الشكل بنفس طريقة غادي نعملو الكل يعني كننعملو الاسبع دينا نقعدو الحواف ديالها من بعد تنجيبو شوقة وكنبدو ننتقبو فيهم على هاد الشكل ننتقبوهم مزيان باش كتجينا ديك لابة ترقيقة وما كتنتافخش وكما قلت لكم جربوها بطريقتي بدون زبدة بدون بيض وجربوها بذيك ملعقة صغيرة ديالخميرة وغادي ترضو علي الخبار كيفش كتجي بعد ما شكلنا هادو كنرجعو الاجينة كتجور تحت كنطلقوها وكنعملو نفس العملية غادي نعمل من هاد العجينة ثلاثة ديال الوحدات والعجينة اللي تبقت ممكن اننا نشدوها نكوروها ونعملوها في وسط واحدة اخرى مهم الكيمية اللي اعطتنا ها هي غادي ندخلها الفرنسا خانو من قبل على درجة حرارة ميو ستين درجة مئوية ونعملو النار من الاسفل حتى كتحمرو ماشي كتحمرو بزاف غير كيتدهبو ومن بعد كذلك غادي ندهبوهم من الفوق انا را غادي نشعل عليهم النار من الاسفل والاعلى في نفس الوقت من بعد كنجيبو كسرونا غادي نحضرو الصلصة كنعملو فيها نصف لتر من الحليب وكنجيبو هاد الصلصة كننصحكم بيها بالجبن كيفش كتجي ماداقها رائع 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 ممتاز انا عادة كنستعمل غير نصف ديالها وكنحتفظ بالنصف الاخر بحل دبا هادي استعملت نصف الى كننا مثلا غا نعملو غير قراتا ولا عادي اذا بحنا يعدنا 12 قطعا غادي نعملوها كاملة مع نصف لتر من الحليب وهادي ديالجبن ما ضاقها مميز فعلا يعني وبدون او لخالين من مواد محافظة مهم كتجي لدي داد الصلصة صراحة وسريعة في التحضير كنجي وكنفرغوها مع داكنيس فليتر من الحليب ومباشرتين كنرفعوها على نار اللي كتكون متوسطة وكنبقى ونحركو واحد المدة ديال 3 دقايق تقريبا مهم بعد ما كتغلي يعني نخلي واحدة كتوصل درجة الغلايين وبعد ما تغلي نخلي واحد المدة ديال دقيقتين تقريبا حتى الثلاثة ديال دقايق وهي كتغلي صافي على هاد شكل يعني عني غام قنحرك فيها واحد المدة دقيقتين وهي كتغلي صافي وكنطفو عليها النار وهنايا خرجنا اللي كيش ديالنا من الفرن وخليناو ميبردو كنرجعو الحشوة ديالنا كنضيفو ليها الطون يعني ذاك البصلة والفلفلة بعد ما بردو نضيفو ليهم الطون ونحركو ما نقول لكمش هاد الانسجام كيجي رائع ما بين البصلة والفلفلة والطون وحتى ذاك الصلصة يعني را ما نعود لكم بنينة 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 غادي نجيو هنا يا بعد ما بردو مباشرة كان نخرجوهم من ذاك القواليب كتزولوا بسهولة يعني لحتوا اننا مدهناهمش يعني ما نحتاجوش ندعنوهم لاوالو كان وضعوهم فيهم مباشرة من بعد كنرجعو ليهم وكان مدهون ملقو ذاك الحشوة كان عملو مقدار ديال تقريبا واحد ملعقة كبيرة ممتال اه في كل وحدة وبنفس الطريقة غدي نملقوهم بالكامل من بعد كنرجعو كان نوضعو فيهم هاد الاسوس بشامل للسلصة اللي حضرنا وكان بدون نوضعو كيمية في كل وحدة وكان نوضعوها على الوجه ديالهم هنا بغيتوا تخلطوا ذاك الصلصة مع الحشوة خلطوها لكن اهنا كنسحكم ديروها هكا يعني عملوها من الوجه كتبقى افضل بنفس الطريقة غدي نعملهم على كامل الوجه ديالهم كلهم من بعد غدي نجيبوا الجبن الجبن الاحمر ولا الموزاريلا ولا اللي بغيتو لك الجبن الاحمر كي يعطيهم ماداق يعني نصحكم عملو جبن احمر كان وضعوه في الاعلى سوف يدخلوهم الفرن يزيدو يتحمرو كتر ويتقرمشو كتر كان عملو عليهم النار من الاسفل يزيدو يتذهبو ومن بعد كان عملو عليهم النار من الفوق باش كيدو بدك الجبن وكيددهب حتى هو يعني يتحمر شوية انا غدي نعمل اليهم النار من الاسفل والاعلى في نفس الوقت لكن كاني بعض اخوات ما عندهم شهد خاصية في الفرن الى ما عندكم شعملون الاسفل والاول عادة باش الاعلى وبعد ما خرجناهم الفرن هذا هو شكل ديالهم ماداقهم كي يجي رائع 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 ممتاز فكنت مننا كل اخت شافت هاد فيديو جربيهم اختي بعينك مغمضين جربيهم اختي على حسابي الى ما عجبوك انا نخلص الفالطة مهم سيقطع معكم باستخدام المكروس ها تشد بمقربش ها تلك القرماشة الكي في نفس الوقت غير كيت عندي فيهم اتمتبك ومالا انتظرون ولكن كي مروحاتهم نتوقع المكروسنا نتبقي لا تخرجوا على راتزين ها اخواتي انا اخواتي متعليقتكم انا نتوقع ام بلايحظت كتابي ام لديكم انا انتقاد او ملاحظة فا تخليوها ومع لا نقول كنت اتستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته